بسم الله والصلاة والسلام وعلى أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نلتقي اليوم في شابتر نمبر 10 موقات الصوتية مقدمة موقات الصوتية موقات الصوتية تحتاج إلى وسط خلالها تنتقل خلالها تنتقل الصوت لا يحتاج إلى وسط موجة ميكانيكية موجة ميكانيكية يعني موجة تحتاج إلى وسط عكس الموجات الكهرموسية الموجة الكهرموسية موجة الكهرموسية هي موجات لا تحتاج إلى وسط عشان تنتقل من مصدر إلى المتلق The nature of the medium determines the velocity of the sound through the medium طبيعة الوسط اللي تنتقل خلاله الموجة الصوتية بتحدد السرعة بتاعت الصوت تمام اللي بينتقل خلال الوسط This is due to the fact that the waves are propagated هذا ناشئ من حقيقة أن الموجات are propagated يعني تنتشر through molecular interaction خلال التفاعل الجزئي يفاعل الجزئات and is determined by هناك تفاعل بين الجزئات التفاعل ده يؤدي إلى انتقال أو انتشار الموجة وهذا نتيجة إيه؟ The inertia of the molecules بدأت توقف على القصور الذاتي بتاع الجزئيات The strength of the interaction between the molecules وشدة التفاعل بين هذه الجزئيات كل هذه العوامل تحدد أو يعني تتوقف عليها سرعة الصوت The introduction Spherical waves move outward الموجات الكورية تنتشر أو تتحرك إلى الخارج تنتشر إلى الخارج أنا عندي هذا المصدر هو هذا المصدر الصوت النقطة الذي ننصر كده center of radius center of circles وبعدين الموجات تنتشر إلى الخارج بهذا التجاكل ببرا المصدر Spherical waves move outward from a founding source من مصدر الصوت مصدر الصوت Much as rapidly expanding balloon تمام؟ Much as rapidly expanding balloon كمين يعني كصورة لها البلون البلون اللي هو المتمدد اللي بيتحرك بسرعة كبيرة تمام؟ This two dimensional sketch هذا الرسم اللي هو سنائي الأبعاد سنائي الأبعاد يعني في مستوين X و Y مثلا shows the repeating the condensation بيوضح تمام؟ إعادة التكاسف التكاسف As spherical wave front عادة التكاسف لمين؟ للموجات واجهات الموجات الكورية هذه عبارة عن مصدر عندي هذه تعتبر واجهة لموجة كورية مستوى أو مستوى وفورنت واجهة للموجهة الكورية نحن نخذها كعبارة عن المسافة كأنها linear أو plane أو مستوى أو wave أو مواجهة واجهة للموجهة الكورية نخذ البربرترس أو sound wave بعض الخصائص أو المصطلحات المرتبطة بالموقات الصوتية نخذ شيء اسمه pitch هذا هو نغمة ويوضح كم الصوت يصل لشخص ما ويوضح كم الصوت يصل لشخص ما كم هو عالي أو مرتفع النغمة توضح الصوت يصل لشخص ما هل هو مرتفع أو منخفض اللودنس اللي عبارة عن الزعاج how loud or soft a sound is received to be الصوت لما بيصل إلى شخص ما كيف يكون مزعج أو ناعم اللودنس 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 الألتراساوند هذا عبارة عن موقات الفوق الصوتية التراساوند يسمى فوق السمعيات sound waves with frequencies above the normal human range of hearing الصوت موقات الصوت يبدو بتردد التردد بيكون أعلى بكثير من مين من مدى السمعي الطبيعي مدى إنسان الطبيعي sounds in the range from 20 kHz إلى 100 kHz يبقى الموقات دي اسمها alter sound موقات فوق السمعيات في الأنفر sound ما دون السمعيات sounds with frequencies below the normal human range of hearing ده بيكون أدنى أو أقل من المدى السمعي يبقى في سمعيات ده المدى الطبيعي من 20 kHz إلى 200 kHz لكن أقل من كده بيسموه الفرساوند الفرساوند أو أعلى من كده بيسموه الترساوند يبقى الفرساوند الفرساوند sounds in the range of من 20 إلى 200 kHz طبعا وهذه عبارة عن ما دون السمعيات الفرساوند الفرساوند تداخل 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 the result of two or more sound نتيجة تداخل مشتين صوتين أو أكثر تمام مع بعض مع بعضهم البعض waves overlapping الموجات بيحصل لها تداخل overlapping تداخل تمام أنا عندي أدي مصدر مثلا صوتي أهو وده مصدر صوتي آخر لما حصل تداخل بنجد أن هنا أي القمة مع القمة أدي قمة مع قمة والقاع مع القاع فلما يحصل تداخل بين التنين بيحدث ما يعرف بالتقوية لكن لو أنا عندي تداخل موجة بهذا الشكل تمام وعندي موجة تاني يعني بحيث مثلا القاع يقابل قمة والقمة تقابل قاع ده أشوف كده هذه القمة قابل قاع والقاع يقابل قمة في هذه الحالة الموجة المحاصلة هتوبة سفر توبة زيرو تمام لأنه طبعا هايبوا يلغوا بعضه التداخل الأولاني له تداخل لما يكون هذا ده اسمه تداخل بناء كونستراكتف انترفيرنس وده عبارة عن لما يكون تداخل القمة مع القاع والقاع مع القمة يبدأ انترفيرنس نان انترفيرنس او دستراكتف انترفيرنس بسموه التداخل الهدام شكرا لكم